اشتركوا في القناة 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 قبل فيلم عاطف الطيب وقبل كل هذه الأفلام أنا دائماً عبدالعزيز مخيوني بالنسبة لي له اسم هو الأصل طه السماعي والله شوف الكلامك ده بيخلي الواحد يفكر يعني احنا من نتقدم للأمام ولا من نتقهقر إلى الوراء يعني من بعد فيلم الهروب وكذلك بعد مسلسل ليلة الحلمية وبعد رحيل أسام أمر أكاشا واسمعين عبدالحافظ وعاطف الطيب ما فيش فرص أو أعمال فنية على نفس المستوى بتقابل الواحد في مسيرته فالسؤال عشان كده بس بقول يعني هل نحن نتقدم للأمام أم نتقهقر إلى الوراء صحيح لأنه أنا منك نقول مثلا طه السماعي يعني مساحة الدور كما تعرف وتذكر يعني بنهاية محدودة ولكن حضور طه السماعي كرمز يعني ما صارتش فقط يعني دور يتقمصه ممثل يعني قيم رمز نضال معين أنا مش هبها السماحي وهربان من الإنجليز يتخبى في صرية الباشا لا أنساه لا أنساه أبدا طبعا أي عمل فني لو توفرت له المصداقية على طول حيعيش وجدان الناس المصداقية هي الأساس والمصداقية عشان تتوفر لازم يكون فيه كتابة جيدة الكتابة تكون قائمة على بحث أو معرفة بالتاريخ بالفترة التاريخية اللي بيتعرض لها العمل إذا توفرت هذه الشروط حتيق المصداقية والمصداقية بتخلي الفن يعيش صحيح وجزء من المصداقية يصنعها الممثل أيضا لأنه يعني حينما يكون هناك قدرة على الأداء القوي وعلى التقمص البارع حتى ولو كانت مساحة الدور محدودة فأنت لا تنسى حتى في الشهد والدموع قبل الليالي الحلمية كان دور لا أرساه يعني حواراتك مع الأم وحواراتك يعني أنا لا أذكر اسم الشخصية على الأسف ونأت 85 شهد والدموع 85 تقريباً أو 84 وحيد أو 84 وحيد 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 ردوان وحيد ردوان يعني لاحظ معي هذه الشخصيات كيف تعيش وتستمر في وجدان الناس ويستمر عبرها اسم عبد العزيز مخيون إلى حدود دور آخر كلفتني بشكل خاص وأثار اهتمامي هو محمد عبد الوهاب ومكنتون وكن دائماً حابب نسولك أستاذ عبد العزيز هل سبق لك أن اقتربت بشكل مباشر وقريب من محمد عبد الوهاب قبل المسلسل أول لقاء مع محمد عبد الوهاب كان لقاء غير مباشر كنا لسه صغار شباب بنبدأ كنا نقدم مصرحية على مصرح اللي سيه في مدان التحرير أو بالقرب من مدان التحرير مصرحية دي كتبها دكتور مصطفى محمود وأخراجها جلال الشرقاوي ونظر اللي إن فيه علاق الصداقة وحب بين محمد عبد الوهاب وبين مصطفى محمود لهذا السبب جيب محمد عبد الوهاب يحضر المصرحية مع أنه يعني قليل أوي لما يحضر مصرح أو يصهر فهو جلنا المصرح كنا احنا طلبا متدربين في المصرحية دي فقالوا له عبد الوهاب موجود في المصرح فبدأنا ننتبه يعني ويتفنا حواليه وبعد نهاية العرض وعادت تأمله كويس كنت لسه يعني مش عارف أنا همثله ولا يعني عبد الوهاب كان شخصية فنية ويتربين على الأغنيه وبنسمعه كتير فبقيت يعني عندي فضول أن أنا أتطلع له وأنظر له كويس وأشوفه وأشوف لبسه لحد ما وصل إلى السيارة بتاعته كانت مركونا أمام المصرح وركب وسلامه عليكم حيناه وانصرف فهذا المشهد فضل منطبع في زاكرتي واستفدت بيه في أدائي لدور عبد الوهاب في مسلسل إسماعيل ياسيين لأن أنا قديت شخصية عبد الوهاب في أكتر من عمل يمكن في أمير الشعراء أيضاً أمير الشعراء هو اللي خلاني أقابل عبد الوهاب نفسه وأنا بطبع يعني خجون ومبتعد دايماً ما بحبش أقتحم لكن حاولت أقابله النظر الإحتياجي أن أنا أسمع منه وأخذ منه معلومة فطلبته في التليفون فاعتذر فأنا خلاص سكت وأعتذر عن المقابلة لكن وأنا بدرس السيناريو لقيت عبد الوهاب بيغني في فرح ابن أحمد شاوي والمشهد دا هيتعمل بعد يومين فالنازم أعرف هو كان بيغني إزاي وماسك العود إزاي وهو قاعد بيغني ولا هو واقف فده مش واضح في السيناريو فعاوز أعرف عشان أصور المشهد دا على حققته فطلبته تاني قلت له يا فندم معلش أنا محتار في المشهد اللي حضرتك غنيت فيه في فرح ابن أحمد شاوي فزي ما تقول أنا أعدت لذكرى يعني قديمة وعزيزة عليه فقال لي طب تعالي بس إنته إزاي تعملوا عني عمل من غير ما ترجعوا لي فروحت قابلته في البيت وقرأت عليه مشاهد من السيناريو وبدأ يديني ملحوظات وحكالي هو كان بيغني إزاي في هذه الليلة ونصحني يعني ألبس إزاي والطربوش أعوجه على الشمال وقال لي لازم تكون في الإيافة الكاملة نفس التعبير دا ودي تقريبا يعني كلمة توركي لازم تكون في الإيافة الكاملة وكرافطة مش كبيرة ومش صغيرة ومتوسطنة والطربوش على الشمال قال لي عندك بيدل فقالت له عندي بس في الحقيقة ما كانش فيه عندنا بيدل لأن كان التلفزيون في الوقت دا كانت إنتازي بحدود كانت فقيرة جدا فكنا بننزل المخزن نوفق بيدل والقمصان جبتها أنا من عندي والكرافطات جبتها من عندي المهم يعني اللقاء دا أفدني إن أنا أجسد اللحظة دي أو المشهد دا هو دا لقائي الوحيد بعد الوهاب ولقائي الأول كان في المسرح أجيب ولكن أنا بنسبة لي هذا لقاء مع التاريخ لأن أنت بنهاية قدمت محمد الوهاب باعتباره قيمة تاريخية وشغفك بالتاريخ قديم وأساسي وتختار شخصك أنا أفكر أيضا في عم الرسول أبو طالد في مسلسل عمر نعم أفكر أيضا في حسن الهضيبي في مسلسل الجماعة نعم يعني المرشد للإخوان كيف تذهب لهذه الشخصيات التاريخية يعني أنت من يختار أو يقترح عليك التور وتفكر لأنه أداء جبار هو ما فيش اختيار الحقيقة في المهنة عندنا هو فيه يعني عرض بيعرض علي الدور يا أقبل يا أعتذر لكنه فيه حاجة مهمة جدا في كل ما قلته عن أدواري وعن فن التمثيل ألا وهي العقل الباطن ساب كونشس كيف يستخدم الممثل عقله الباطن أو بسموها أحيانا الزاكرة الإنفعالية يعني الممثل ربنا بيدي له موهبة أنه يختزن من رؤيته ومسيرته في الحياة يختزن في عقله الباطن يختزن إنفعالات ومواقف وأحسيس ومشاعر فبيتظهر أو يستدعيها عند اللزوم فكل هذه الأدوار لكي تنجح ويتوفر لها المصداقية الممثل بيعود بشكل تلقائي ومش بتعمد يلاقي عقله الباطن بيشتغل ويستدعي ويطلع من العقل الباطن اللي يفيد اللحظة الإنفعالية دي أو يفيد الشخصية دي في اللحظة ولكن كي أيضا ودأ أساسي طبعا طاقة انفعالية قوية يجب أن يتفرع الممثل كبير ولكن أيضا الممثل كبير قبل أن يقف أمام الكاميرا يجلس طويلا وراء الكتاب وأنت قارئ كبير ربما القراءة والعلاقة بالكتاب ساهمت بشكل أساسي في بناء شخصية كممثلة أي عمل بيعرض علي أحاول أن أبحث فيه وأقرأ وأحضره لأن كل شخصية كما تعلمنا لا أبعاد البعد النفسي البعد الثقافي البعد الاجتماعي البعد الفيزيقي البعد الجسماني يعني شكله إيه الشخصية وملابسة إيه فكل هذه الأبعاد علينا أن نحن نطبقها على الشخصية وندرسها فالبعد التاريخي للشخصية دائماً بيستدعي أن الإنسان يقرأ ويبحث في الشخصية وهذا البحث المتواصل ليس طارئاً ولكنه قديم أنا في حقاً أريد أن أراجع معك إلى المكتبة الأولى التي درست فيها كنت أعتقد بأن عزبة مخيون لم تكن عزبة بدون مكتبة دي نشئة الأولى فأنا نشأت في أسرة كبيرة وفي سرايا مبنية في نهاية القرن التسعتاشر ومبنية بطراز إيطالي لأن أسرائي الريف في ذاك الوقت كانوا بيشوفوا الأجانب في مصر بيلبسوا إيه ويعيشوا إزاي فكانوا بيقلدوا فالبيت دا أو السرايا دي بنيت في نهاية القرن التسعتاشر فكان صلاة واسعة وغرف واسعة وشبابيك مرتفعة فأنا عيشت طفولتي في السرايا دي طفولتي الأولى فشاهدت في مكتبة كبيرة مليانة كتب مرصوص فيها كتب كتير ولكن من صاحب الكتب يعني كيف تشكلت المكتبة؟ المكتبة دي موروسة من جدي عبد الرحمن مخيون ورسها أبناؤه بعض أبناؤه دول كانوا يقرؤون منهم واحد اسمه أبو بكر عليه رحمة الله كان هو يعني يقرأ وكان يكتب الشعر فكانت المكتبة دي في عهدته فكت أشوف عم أبو بكر في جلسات نقاش وقراءة شعر مع مشايخ من الأزهر وكان بيجيلوا واحد علامة اسمه أحمد خيري يزبطوا القصائد ويدخلوا في العروض بتاع الشعر وأنا كنت أسمع يعني النقاشات بتاعتهم دي وأحياناً كنت أشوف حفلات فيها قراءة شعر يعني كان مثلاً عم من إمامي ينجح في الانتخابات فكان شوف المستوى بتاعنا كان إيه في وقتها مش زي دلوقتي كان بتيجي ناشة تهنئ بالنجاح في الانتخابات بقى خلاص بقى عضوا في مجلس النواب أو مجلس الأمة فيلقى الشعر فشفت شعراء من الأبناء البحيرة وهم بيلقوا قصائد شعر وكل واحد يلقي قصيدة وواحد يرد عليه بقصيدة أخرى فأنا طبعاً ما بقاش في الشعر نعم الآن لا شعر هناك لا خالص بس زيتة وزمضلية آه يعني جو يعني شوية يعني مش عايز أقول يعني هو مش عايز أوصفه لكن المستوى ده ده اللي احنا تربينا فيه والكتب في المكتبة كنت أحياناً أمسك كتاب وأقرأ فما أعرفش إيه يعني المقصود بس بعد كده أعرفت يعني مثلاً كتاب زاد المسافر شعر كداماً يمر عليها العنوان ده واشوفه بس معرفش إيه هو لما كبرت بدأت أعرف اللي دي كتب في السيرة النبوية وغيره يعني من الكتب فده جو لنا نشأتي فيه في البداية يعني وبعديها في المدرسة نفس مدرسة القارية دي مثلت فيها ودي أمور رجعة للمستوى الاجتماعي والثقافي والتعليمي في الفترة دي للريف المصري في الريف المصري حيث ما كانش فيه كهربا أهلا كان عندنا كهربا خاصة بينا لكن خرى الريف كلها ما كانش فيها كهربا ولا كان فيها مع عذب ومع ذلك كنا بنعمل حفل نهاية العام الدراسي في مدرسة القارية مصرح بإضاءة موسلين طلب نفسهم بيمسلوا في عمق الريف المصري بعدها انتقلت للمرحلة الإعدادية يعني روحت المدرسة اللي في المدينة مدرسة أبو حمص الإعدادية بنين ولقيت فيها فرص أكتر من اللي لقيتها في مدرسة القارية فاتعلمت آلة الكمانجة آلة الكمان في مدرسة أبو حمص الإعدادية كان عندنا مدرس بيجي مسكندرية مدرس موسيقى علمني المبادئ الأولى اللي قالت الكمان ووصلت طريق التمثيل برضو في نفس المدرسة موسيقى أستاذ عبد العزيز أحياناً المواهب تورت وأنت أبوك فنان أيضاً يعني من سوش بأن الأب كان موسيقياً كيف تعرفت على الفن أول مرة من خلال الوالد؟ الوالد الله رحمه لاحظت أنه كان يجيب مجلة اسمها مجلة الإزاعة فكان بتنشر البرنامج فكان يعلم على الأغاني اللي هو بيحبها برنامج إيه؟ تلفزيون؟ لا كان لسه ما فيش تلفزيون إزاعة فكان يعلم على الأغاني فيه مثل أغنية في الليل لما خيلي لمحمد عبد الوهاب هتيجي مثلاً يوم الثلاث الساعة عشرة فيعلم أغنية كذا يوم الثنين كذا يعلم فهو كان بيحب عبد الوهاب يحب يسمع عبد الوهاب ولما يجيب معادي الأغنية كان البيت يسكت ويفتح الراجيو ويسمع هالحكاية الزاملة لما حكيتها أشل عبد الوهاب لما بدأت عن دول بيت؟ لا أول سألني عبد الوهاب قال لي يعني الأول جيه قاعد زي حضرتك كده وبعدين عمل كده فجأت واحدة قال لها هات النضارة فلبس النضارة فلبس النضارة قال لي يا الله وانت فيك ملامح مني فقالتوله والله يا فندم عشان كده اختروني أعمل الدور فقال لي يعني إيه الحكاية بالضبط قلتوله هو دايما كان والدي وهو خاطب والدتي في الأربعينات كان بروح السينما يفرجوا على أفلامك فعندنا مثل مصري بيقول للعينة قالة فعشان كده يمكن أنا طلحت شبهك ولكن حينما ذهبت إلى المعهد أنا أتصور بأن السينما أكثر إطارة وإغراءة أنت ذهبت المعهد السينما وقبلت ولكنك ما ضلت لكي تذهب إلى معهد المصرح ما السر يعني أنا كنت شايف أن معهد المصرح كنت بدأت يعني أخذ فكرة إيه اللي حاصل يعني بالضبط فكنت شايف أن معهد المصرح فيه فرصة أن أنا أمثل كتير وأمثل المصرحيات مترجمة باللغة الفصحة عن معهد السينما فقدمت المعهد المصرح ونجحت في الاختبار ولكن ما كانش معاه وسطة فخلوني احتياط معهد السينما الوسطة كانت لقسم الإخراج لأن المتقدمين في ذاك الوقت كان معظمهم أولاد مخرجين كان عاوزين يرسوا مهن آبائهم فالتمثيل في معهد السينما ما كانش فيه وصايت ما كانش حد يعني متقدم أبوه ممثل ولا حاجة عشان يبقى فيه وسطة فيحكي فرصة الموهوبين المستحقين اللي زينا فدخلت معهد السينما على طول لكن معهد المصرح خلوني احتياط ودي يعني زعلتني جدا ففي طالب معايا برضو شجعني وخلانا دخلنا مبنى التلفزيون حيث كانت وزارة الإعلام ووزارة الإرشاد القومي والثقافة كان اسمها كده فتقدمت بشكوى لوزير الثقافة والإرشاد القومي الدكتور عبدالقادر حاتم في ذاك الوقت ودي مزايا العصر ده اللي هما استامعوا الرشاقوة دي واستجابوا لها وحولوها على المعهد وقبلنا فسحبت أوراقي من معهد السينما لأنه كنت مقبول طبيعي ودخلت معهد المصرح وابتدأ الزمن جميل وابتدأت لقاءات القاهرة والتردد على صور الأزفاكية في ذلك الوقت واللقاء بأمان دونقون لما حسيت أن أنا قبلت وخلاص هستقر في معهد في القاهرة بدأت يعني أخذ الأمور بجدية فأقرأ فين القراءة بقيت عارف من الناس وأنا أصلا مش قاهرة صور الأزفاكية فأروح على صور الأزفاكية جنب صور الأزفاكية الأوبرا فعرفت طريقي للأوبرا فتعرفت على الرجل من العهد الملكي كان اسمه شوكري راغب من المديرين الأوبرا كان راجل برضو راقي وراجل من العهد الملكي فكان يعرف أن أنا يعني طالف معد المسرح ويشوف فيها يتوسب فيها أن أنا عندي شغف وحب للاستماع والدراسة فكان يديني بطاقة أدخل مجاني فالبطاقة دي سهلتلي أن أنا أتفرج على أكبر الفرق الزائرة اللي كان بتيجي القاهرة في ذاك الوقت أدخل وأسمع وأرجع تاني أقرأ اللي بكتبه الدكتور حسين فوزي في ملحق الأهرام أخريج مدرسات الأهرام أخريج الدور الرابع من الأهرام وبعد كده عرفت الدور الرابع في جارة الأهرام عن طريق الدكتور لويس عوض وبقيت أتردد كتير على هذا المكان وأشوف الدكتور لويس عوض أشوف الدكتور ويوسف إدريس أشوف الأستاذ حسين عبد القدوس وكل الدور الرابع ولكن هذا التأثير كله يحتاج إلى اختبار مع صداقة مباشرة مع أديب ومبدع أمل دونقل بقى أمل دونقل اتخرفت عليه في بداية عام 68 كنت بدأت ألقي قصائد شعرية في المركز الثقافي السوفيتي يعني بدايتك كشاعر لأن كل المبدعين يبدأون شعرها في المسرح كان في حفلات ثقافية فكنا نلقي فيها الشعر فأنا عجبني شعر أمل دونقل كنت تعرفت على دوانه البكاء بين يدي زرقاء يمامة واخترت منه قصيدة وكنت ألقيها فشاهدته في القاهرة فتعرفت ليه ألقيت قصدتك لا تصالح لا لسه لا تصالح لسه قلتنا ألقيت قصدتك بكائية ليلية اسمها بكائية ليلية إلى ماز جودة أبو غزالة عرفته في سنوات التساؤل رحل مع العاصفة الوهلة الأولى قرأت في عينيه يومه الذي يموت فيه يعني إلى آخر القصيدة دي أول قصيدة اسمها بكائية ليلية لأمل دونقل فحصل فيه معرفة بنا وأنا كنت مقيم في وسط القاهرة وهو كان حركته كلها في منطقة وسط القاهرة فكنا نتجول في القاهرة بالليل ونصحر ونروح الأتليا والنوادي وبعدين في نهاية المطاف نطلع عشان ننام نبيت عندي أسكنت مع بعض عشنا مع بعض فترة طويلة وكان هو فيه عادة أنه هو يصهر لفترة طويلة جدا يقرأ يفضل يقرأ 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 إلى أن يقع الكتاب من إيده فأنا أطفل أبا جورة وهو ينام وأنا أنا وبعد تخرجك كانت الوجهة هي البلد عوضة أن تبحث عن فرص في الأفلام والفرص التي يطمع لها كل الممثلين أنت عدت إلى البلد وفكرت في إبداع مسرح للفلاحين نعم ذلك المتقف العضوي يعني على طريقة جرامشي كيف جاءك هذا يعني هذا تحدي كيف سيطر عليك هذا التحدي بش ترجع إلى بلدك الأصلي بمشروعك وبخبرتك الفنية لكي تبدع مسرحا خاصا بفلاحينه اللي احنا نتكلم فيه ده يتناقض تماما مع مبدأ الاحتراف احتراف التمثيل في عالم الفن في مصر في الوقت ده يعني هو عطل لأني لم اتعاطى فن التمثيل كمحترف ايه اللي خلاني رحت للقرية وعملت تجربة المصرحية كنت اقرأ في ذاك الوقت في الستينات كان فيه قضية شائعة هي تأصيل المصرح المصري أو تأصيل المصرح العربي نحو مصرح مصري إلى آخر هذه القضية وكان فيه ثلاث مقالات مهمين جدا نشروا في مجلة الكاتب مجلة ثقافية مصرية نشره من دكتور يوسف إدريس بعنوان تحت نحو مصرح مصري فانا انشغلت بهذه القضية وحسيت ان المصرح اللي احنا بنمارسه في القاهرة هو المصرح الايطالي في العلبة المغلقة وده مصرح غريب علينا ودخيل علينا لكن هناك مصرح غائب يخص هذه البلد ويكون نابع منها ومن تقاليدها ومن تاريخها ومن ظروفها علينا ان احنا نبحث عنه ونطلعه فانا انشغلت بهذه القضية وبعدين بصيت لقيت نفسي ان انا من الريف وكان عندي مشاهدات شبه مصرحية في الريف طفولتي فقلت هنا يعني الاشكال ما قبل المصرحية اشكال قريبة من المصرح شفتها فيه افراح الفلاحية فقلت ده هنا منجم ابحث فيه عن صيغة مصرحية مصرية وانا كنت اقرأ هذا الكلام صيغة مصرحية مصرية دي كلمة والدكتور علي الراعي يعني هؤلاء الناس اصروا فيها فكريا وانا نزلت للواقع العملي في القارية عشان اطبق هذا الكلام كلام يوسف ادريس وكلام دكتور عد الراعي واخرين فبدأت اشتغل مع الفلاحين على مصرحية اسمها الصفقة لتوفيق الحكيم انا ما كنتش اعاوز اشتغل على نص مصرحي ولكن القوانين بتاعت الثقافة وزارة الثقافة بتحتم عليك انك تاخد نص مصرحي موافق عليه راقبيا عشان تنزل تشتغل عليه حتى كمان ما كانوش مرحبين ان انا انزل اشتغل في الحقل مع الفلاحين وما عايزين اشتغل في مكان مغلق المهم اختصار الكلام نزلت مع الفلاحين في الحقل نفسه وخطت معاهم تجربة اجتماعية ثقافية فنية الى ان خرجت مصرحية الصفقة وكتبنا مصرحية الصفقة كما يراها فلاح زاكي افندي زاكي افندي ذي القرية اللي تمت فيها التجربة وهذا عمل في الحقيقة بديع الحديث را نزال متواصل بينتنا ولكن انا حسيت في شوية جوع اظن نفس الشيء الصفرة تنتظرنا لنسى دعمي عزيز هنأكل ايه اه هذي مفاجأة الى الصفرة حول سيد عبد العزيز اخر مرة تغدينا فيها كانت في الرباط في مطعم الفن السابع وكان غدانا طازين شو رأيك ده مكان جميل وليه زكريات فيه امونا ليه زكريات عميقة في المغرب وانا احب الطعام المغربي لأنه طعام عربي والطاجين عندنا يعادله اللي هو الثريد الفتى يعني والمرق ولكنت الطاجين تطبخه لأصدقائك انا كان عرف رجل طبعا تهلمته وأطبخه بنفسي وأقدمه لأصدقائي لا ممتاز فإذا أنا سأقترح عليك هذا الطاجين باللحم بلحم الضعن طبعا أنا أفضل الطاجين بلحم الضعن عن لحم الدجاجر اللحم الدجاجر وفي كل نخير يعني مثل المؤمن القوي أفضل من المؤمن الضعيف وفي كل نخير شكرا بالنهاية الطاجين قوته في ارتباطه بالآنية الطبيعية لأن الطاجين هو اسم الآنية واسم أيضا طبق لكن أهم شيء في الآنية هي أنها صديقة الطبيعة صديقة البيئة وأنت صديق البيئة ومصر على البيئة في كل مشاريعك في العمارة أولا قبل الأكل ده نتيجة لتأثري بالمعماري حسن فتحي المعماري العظيم حسن فتحي صاحب عمارة فقراء نعم اتعرفت عليه في السبعينيات بشكل شخصي بشكل شخصي وروحت له وزرته وكنت أسمعه وأتعلم منه ووجدت أن الحسن فتحي بيعمله في العمارة وكنت أنا بعمله في المسرح في تجربة مسرح الفلاحي نعم هو بيبحث عن شكرا بيبحث عن مارة عصيلة نبعة من البيئة وأنا كنت أبحث عن مسرح أو صيغة مسرحية طلع من البيئة ومن التاريخ ومن العلاقات الاجتماعية السائدة فكنت أزوره في بيته في القاهرة القديمة وأجريت معاه حوار على صفحتين نشر في الملحة الثقافي لجريدة النهار العربي والدولة كابت أصدر في باريس صحيح وفيك فترة حاورتها أيضا لويس عوض وأكتر من شخص وأيضا حاورت لويس عوض ونشر الحوار في جريدة النهار العربي والدولي لكابت أصدر في باريس وأيضا الشاعر نجيب سرور يعني كان في واحد اللحظة كدت تصيره صحفيا أنا مارست الصحافة وأنا في باريس كنت طالب ممنوح كنت أمارس الصحافة في الصحافة العربية المهاجرة إلى أوروبا طبعا كانت مجموعة من المناظر ولكن أنا حكاية التشبت لبناء بيت في فيوم وكنت فضل يعني نحن كان قلوة في المغرب حديث ومغزل يعني نأكل ونحكي أيضا فضل بناء بيت صديق للبيئة يعني هل تتصور بأن بيت من هذا النوع مكلف ماديا يعني؟ المفروض أنه ما يكونش مكلف ماديا لأن إحنا بناخد الخامات من البيئة أنا بس لحسن فتحي بقوله يعني كيف أبني بيتي إزاي أبني بيتي فقال لي كلمة بسيطة جدا قال لي مطرح من تدايس تاخد المادة اللي حتيبني بيها يعني لو أنا موجود في منطقة حجرية يبقى البيت يبنى بالحجر لو طينية لو أنا في منطقة طينية يبقى البيت حيبنى بقوالب الطين اللي بيسموه طوب أخضر صحي بس هو كان يعني بيشترط يعني شروط معينة عشان أطلع قالب الطوب الأخضر عشان يستحمل يتحمل الضغط يعني فيه طرق يعني معينة المعجنة إزاي تخمرها وتخلط التبني بالطين وتتخمر أكتر من أسبوع عشان تطلع قالب طوب يتحمل الضغط فضلت الفترة طويلة جدا مشبع بفكرة حسن فتحي وعندي أمل أن أنا أطبقها على بيت في الطبيعة فكانت منطقة الفيوم دي منطقة يعني حبتها ولقيت فيها يعني كان موجود في منطقتي أنا في البحيرة من حوالي خمسين سنة فلاقيتها لسه منطقة جديدة ما تأثرتش بالمدنية والغزو الغرضي عشان كده حبيتها وكانت منطقة برية وشبه منعزلة وربما لأنها برية أغرتك بالصيد وعشان الصيد برضو كان متوفر في اللي أنا أحب الصيد وحب الطبيعة وحب الانطلاق في الطبيعة وبعدين هي تطورت الفكرة إلى أني حاولت أن أنا أبني بيت خارج القرن يعني تدخله تحس أنك خارج القرن شوية حتى كنت بختار إزاي أخفي مفاتيح النور أو أستخدم مفاتيح نور قديمة خالص مش مستعملة في الفترة دي ويعني الفكرة دي تعبتني شوية عشان ألاقي الخمات والأكسسورات والأشياء اللي هي مش في القرن العشرين وأنا أحب طبعا الأكلات العربية الأصيلة الطاجين المغربي ده يوازيه عندنا مع فروق بسيطة اللي هو طبعا الفتة واللحمة والمرق يعني هو تقريبا يعني واحد مع اختلاف بسيط في البيئة لما تختلف من الشرق العربي للغرب العربي هو لكن الأصل يبقى واحدا وبالهنه الشفاكول اللي هو سبحانه الشفاكول سيد عبد العزيز أنا أريد أن أناقش معك مسألة النجومية كيف أن النجومية كانت تدرك في فترة سابقة قبل برعة في أداء الضور وبالمجاهدة وبتقمص الأدوار والحلول فيها بالمعنى الصوفي للكلمة ألا ترى ما عندي اليوم بأن صار يعني شخص يمكن أن يقوم بدور مكرور على امتداد خمس أو ست مسلسلات يصير نجما شخص يعني لا ينشغل بالشخصيات ولا يحتاج إلى ثقافة يمكن أن يسيد بسبب من آلة عجيبة رهيبة نجما بسهولة بيسر وبدون مكاملة التعبير النجم والنجومية ده جالنا من السينما التجارية الأمريكية وإحنا هنا ابتزلنا ابتزلنا ابتزال سوقي فيعني وشوهنا المسألة دي أنا دايماً أقول أن محمود بن ييجي أكبر من نجم محمود مرسي أكبر من نجم زاكروستو أكبر من نجم عمينا رزقه وأنا عرف أنك تعشقها وأقيس على هذا فتمسك مجل السينما الأمريكية مثلاً وتتصفحها ما تلاقيش استخدام الكلمة دي ما تلاقي صورة مثلاً جريجوري بيك مثلاً مش مكتوب تحتها The Star جريجوري بيك ولا مثلاً The Star Al Pacino ما فيش إحنا استخدمنا الإعلام هنا كمان لعب دور كبير في ابتزال الصفة دي وهذا هو المشكل لأنه بالنهاية كتولي الإعلام يشتغل لصالح المجتمع الاستهلاكي خصوصاً أن السينما الآن أو الإنتاج الدرامي بشكل عام صارت له ارتباطات غير فنية مثلاً ارتباط الرمضاني يجب أن تنتج خلال أشهر معدودة عمل فني لأنه أمامك رمضان هل في رأيك يعني هذه الإرتباطات تعيق زمن الإنتاج الفني الحقيقي اللي هو تتشرب الشخصية تقرأ النص يشتغل على النص يعني بتؤدى هو إحنا نتمنى أن المنظومة تتغير ويجي نظام يخرج الفن الدرامي من السوق التجاري أن الفن الدرامي هو بيحمل رسالة لتغيير المجتمع إلى الأحسن وبيحمل رسالة حفظ الزاكرة الجمعية للأمة ويحمل رسالة عميقة الأمل أن الأمور تتغير إلى الأحسن ونخرج الأعمال الفنية من سوق رمضان ومن السوق التجاري من شكل عام ويعود العمل الفني بحيث يؤدي دوره اللي احنا قلنا عليه قبل كده اللي هو امتاع الناس وتوعية الناس وتعريف الناس بتاريخهم وتحليل الصراع الابتماعي اللي موجود والإشراف على التاريخ وزي ما قلت حفظ الزاكرة الجمعية دور الفن دور كبير صحيح دور كبير ورسالة وأكبر من كل اللي حاصل للوقت صحيح هو عموما اللي كان شوفه تجاريب الناس التي أثرت وبصمت مثلا سيدة العزيز مخمير بالنسبة لي أنا هو أفلام وعناوين يعني كنفكر في الجوع مثلا كنفكر في الغروب كنت كنشوفه قبل ما تشرفنا كنفكر أيضا في أفلام أو الفيلمين بديعين للراحل الكبير يوسف شاهين إسكندرياليه وحدوت مصرية يعني مشهد المعلم علاقته مع ذلك الطفل ثم كن مخرج آخر من جيل الجديد هو خالج يوسف اشتغلت معه في دكان شحاته أنا أريد أن أعرف هل تختار السيناريو أم تختار المخرج أم تفكر في من سيجاورك في العمل يعني ما هي أولوياتك وأنت تقرر العمل الذي ستشتغل فيه أو تعتدر عمل الأولويات هي النص إذا كان مكتوب بشكل جيد والشخصية معالجة معالجة درامية جيدة أرحب بالنص وأيضا المخرج إذا كان اسم المخرج مخرج كبير فده بيشجعني إن أنا أتعاون معه أنا قلك الجوع والغرب مع عاطي الطيب والجوع مع علي بضرخان ونسيت لكرمك ما فيش كلام يعني الكرمك الأسف دي تجربة أنا آسف عليها لأن كنت ارتبطت مع علي وبدأت أصور وبعدين المنتج أعطاني موعد وملتزمش بيها فأنا صورت اتنين شط في الكرمك وعلي طبعا صديقي وأخويا وزميلي ودفعتي كان نفسي التجربة دي تستمر ولكن المنتج للأسف ملتزمش بالموعيد فأنا كان عندي مسلسل اسمه ليالي الحصاد كنت راح صوره في 24 يونيو في دبي فهو المنتج قال لي انت حتخلص في نهاية أبريل وجينا نهاية أبريل ومخلصتش فجاء 24 يونيو فسفرت للأسف الشديد يعني اللي تجربت في الفيلم الكرنك وضعت فرصة أن يتحقق حضورك كامل وضعت الفرصة ولكن عوضتها بعد كده مع علي في فيلم الجوع وعموما علي بدرخان بينكو بينو صداقة وإشرت عمر فنية ولكن أيضا ما دمتي قلت بينوا ابن دفعتك هناك شخصان آخران يعني من أهم أسماء التمثيل المصري نور شري ومحمود الجندي الاثنين كانوا معاك في نفس الدفعة دفعتي نور الله أرحمه ومحمود ربنا يديره الصحة الاثنين دفعتي احنا جيل واحد وعلي بدرخان طبعا صديق عمري ودفعتي وقيلي هو القيل الذي تخرج ليس فقط من أمام الكاميرا ولكن مثل ما قلنا من الكتب وتجربة التي تحدثنا عنها قبل قليل دي المصرح الفلاحين من أجمل ما حصل معك ومن حسن حظنا نحن أنك دونتها في كتاب يوميات مخرج مصرحي في قرية مصرية يعني هل كانت رغبة في توتيق تجربة هل جاءت برغبة المباشرة منك أم بطلب من الناشر لا كان عندي رغبة أن أنا أوسق وأسجل يوميات العمل وكنت متأثر في ذاك الوقت بكتاب كنت أقرأه بتوفيق الحكيم اسمه يوميات نائب في الأرياف فأنا حبيت أنا أسجل يوميات العمل وأحكي إيه لكم بيحصل يوم بعد يوم وكتجربة بتنمو وبتتطور على مدى الأيام فأنا كنت بسجل هذا التطور اللي حاصل في هذه اليوميات هو بالنسبة لك يعني رك تقدم درسا لمخرجين أقول سبب ولكن مناظرين الذين يحملون تلك الجدوى التي بدأنا نفتقدها هو زي ما قلنا أنا كنت متأثر جدا بالحوار اللي طرح في الوسط الثقافي في مصر في الستينات اللي بدأوا الدكتور يوسف إدريس بمقالاته الثلاثة في مجلة الكاتب بأنوان نحو مصرح مصري والدكتور علي الراعي فأنا حاولت أن أطبق هذه النظرية على أرض الواقع إن كنت مجغول بالبحث عن صيغة مصرحية عربية فنزلت إلى أرض الواقع وفي نفس الوقت أنا مجغول بقضية ديمقراطية الثقافة شعبية الثقافة إن احنا نقدم الثقافة والمصرح هو جزء من الثقافة نبسطه ونقدمه للناس ونجعل الناس تمتلك المصرح كوسيل التعبير ده لنا حاولت أننا أعمله في هذه القرية يعني الحق في الولوج إلى الفن والثقافة وهذا حق طبعاً ديمقراطي ونضال ديمقراطي بالأساس وكان أعرف بأنه أيضاً ابن تجربة سياسية يعني كانت التقافة تتدخل فيها مع تطلع يعني إلى خدمة الناس خدمة فقراء خدمة شعب يعني بالمعنى العام وعشان أبدأ هذه التجربة في هذه القرية في هذا المكان خط أولاً تجربة محو أمية مع الفلاحين وبعديها بدأت أتحسس الطريق معاهم نحو المسرح في نفس البيئة في المكان ده فكمان يعني عشان أقترب منهم لقيت نفسي داخل في مشاكلهم أخ مختلف مع أخوه أدخل عشان أصالحهم على بعض في مشاكل عشان ييجي الفلاح يحضر بروفا بالليل عنده مشكلة أروح أحلها عشان يكون حاضر بالليل فيعني كانت تجربة اجتماعية وثقافية وفنية في حقيقة حياتك كانت يعني توالي تجارب من هذا النوع دائما أستاذ عبد العزيز مخيون له قضية يناضل من أجلها وأعتقد بأنك الآن هناك قضية بدأت تستأثير بالكثير من وقتك ومجهودك هي بحيرة قارون نعم أين وصلت يعني في في نضالك من أجل بحيرة أنا مش عايز يعني أقول وصلت إلى اليأس ولكن يعني احنا بنعمل علينا بحيرة قارون هي بحيرة تاريخية هي لك مويريس اسمها القديم وللأسف بيعتد عليها وما فيش حفاظ على البيئة في المكان والناس المستثمرين بيسيئوا استخدامها وبيعملوها على أنها شاطئ بحر بينما هي بحيرة مغلقة فبيعتد على الشاطئ بالمباني وأيضا البحيرة بتتعرض لتلوس ونسبة الملوحة فيها بالزيد ويعني فيه مشاكل كثيرة جدا بيعاني منها هذا المكان التاريخي فحاولت أن أنا أنبه المسؤولين عشان يحفظوا على البحيرة أولا يمنعوا البناء عليها ويحترموا شاطئ البحيرة ويقللوا نسب التلوس اللي فيها ولكن ما فيش حد بيسمع ما فيش يعني أذن صاغية وحاليا يعني المكان معتدى عليه حتى يعني لجأت العلماء بيئة وعلماء جيولوجيا عشان أخذ منهم شهادات عن أهمية هذا المكان وكان منهم الدكتور رجل سعيد الله يرحمه وهو حولني على عالم أمريكي اسمه إلوين سايمونز كان بيشتغل في شمال البحيرة وكان بيستخدم نظرية حفر على خفيف بحيث أن ينبش في الأرض وبعدين يستنى شهور أو أيام الرياح فالرياح تظر الرمال فيلاقي هياكل هشة جدا للإنسان الأول يعني هو اكتشف إنسان في شمال البحيرة صحح به المعلومات اللي بتقول أن أقدم إنسان هو إنسان نيانندال في أوروبا لا هو إنسان الفيوم أقدم من إنسان نيانندال دال اكتشفوا هذا العالم اللي هو إلوين سايمونز وعطاني البيبر بينصح الحكومة المصرية بعدم عمل أي نشاط على شاطئ البحيرة الشمالي عشان فيه حفريات هشة بتدلل على وجود إنسان قديم في هذه الأماكن لكن ما فيش حد بيسمع وهذه الأماكن الأسرية المهمة جدا معرضة للخطر صحيح وتنظن هي معركة كبيرة في العالم العربي تحسيس بأنه مواقع مماثلة ره يمكن اعتبارها رأس مالا رمزيا قويا يمكن حتى تسويقها ولكن بالمعنى الصحيح وليس بمعنى البنايات العشوائية رغم أنها قد تكون فنادق ومطاعم ولكنها عشوائية بالنهاية إذا لم تحترم الأصل هنا للأسف يعني بنتعدى على البيئة بنتعدى على التراث وبالذات التراث المعماري وبنشوف هنا شوفنا في مصر هنا أماكن مهمة جدا كل يوم بنلاقي مكان معماري مهم جدا صرح معماري بيهدم فدي قضية يعني قضية الحفاظ على التراث وحماية الأثار وحماية البيئة ويدي مقومات أي بلد طرح إذا فقدناها يبقى فقدنا البلد وفقدنا الزاكرة وفقدنا التاريخ طرح وربما قدر الفنان الحقيقي والفنان الأصيل هو أن يترافع من أجل هذه القضايا ولهذا يعني هذا قدرك سيد عبد العزيز هو بالتأكيد لأن إحنا يعني مهمتنا إن إحنا هي مش مهمتنا هو بيحصل فيه غيرة وتفاعل جوه نفس الإنسان بحيث يجد نفسه أنه هو محطوط في القضية وعاوز يعبر عنه هذا ما في شك لاحظ بأنه جلسة الشاي بيانة تواصلت بدون شعر والحال أنه قبل قليل كنا نحكي عن صديقك وحبيبك أمال بن قل الله يرحمه قل الله يرحمه يعني حكينا على أكثر من قصيدة قريفية ولكن القصيدة الأشهر واللي سمعتها شخصيا وعادتني إلى ذلك الصوت لمصر الأصيل لا تصالح لا تصالح لا تصالح ولو منحوك الذهب ولو منحوك الذهب أترى حين أفقع عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما هل ترى بيأشياء لا تشترى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر